بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي صحابة حول الرسول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تطبيق عملي لكتاب الله تبارك وتعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما قال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فكانوا من المفلحين رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأهليهم وأنفسهم ودمائهم وأرضهم رضي الله عنهم وأرضاهم فكانت لهم المنزلة عند الله تبارك وتعالى هذا عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف رضي الله عنه وأرضاه وكان مشركا في أول الأمر وفي صلح الحديبية كان عروة بن مسعود أحد المفاوضين عن كفار قريش كفار قريش لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يريدون يعني بيت الله عز وجل يريدون أداء العمرة أوقفوهم في الحديبية ولم يسمحوا لهم بالدخول فحدثت بينهم مفاوضات فذهب عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى كفار قريش ليفاوضهم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بعثوا عددا من الأناس ومن ضمنهم عروة بن مسعود الثقفي فماذا حصل لعروة رضي الله عنه وأرضاه حينما كان على الشرك وكان يفاوض عن كفار قريش أتى إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه وأخذ يحاور النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء سيفرون عنك يعني يخرع ويخوف النبي صلى الله عليه وسلم فأغلض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عليه غلطة شديدة قال أنحن نفر منه أغلض عليه فيعني انتبه عروة أن هؤلاء جادين وأنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه ويقفون معه رضي الله عنهم وأرضاه وكان عروة يقبض بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فيضربه بنصل السيف من المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه وكان يعني لابسا أدرعه فنظر إليه وقال من الرجل فقال له المغيرة بن شعبة الثقفي فتعجب أنا سيد ثقيف وهذا من ثقيف ويضرب يدي يقول أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجب عروة بن مسعود ثم لما رجع إلى قومه إلى كفار قريش إلى أولئك النفر قال لهم يا قوم لقد دخلت على قيصر وعلى كسرة وعلى النجاشي والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا أتبع هؤلاء الملوك ما يعظمونهم كما يعظم هؤلاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدعك بها جلده ونفسه لماذا؟ لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام ويقول العلماء بركته تنتقل في حياته إلى أصحابه فكانوا يبحثون عن هذه البركة وكانوا يقتتلون يقول عروه بن مسعود وكانوا يقتتلون على فضل وضوئه وكانوا يخفضون أصواتهم عنده عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يحدون النظر إليه فلما رأى منهم هذه الأخلاق وهذا الاتباع وهذا التعظيم أبلغ من وراءه وتخوفه من هؤلاء الصحابة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأحبوه عليه الصلاة والسلام فكانت لهم المنزلة العالية ونحن أيضا مطالبون بأن نسير على خطاهم فنعظم نبينا صلى الله عليه وسلم ونحبه صلى الله عليه وسلم وندافع عنه صلى الله عليه وسلم هذا هو المفترض وهذا هو الواجب علينا في هذا الأمر فاصل ونواصل إن شاء الله ذكرنا قبل الفاصل الواقع التي حكاها ورواها عروه بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أرضى حينما كان على الشرك حينما رجع في مفاوضاته من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إلى كفار قريش وروا لهم تعظيم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وحكى شيئا عجبا ما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم وكانوا يقتتلون على فضل وضوئه وكانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما له وكانوا يخفضون أصواتهم عنده وكانوا يفدونه بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم وأهليهم فارضي الله عنهم وأرضاهم بل إنهم كانوا يعظمون مقام النبوة فهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى كفار قريش في ذات الوقعة في صلح الحديبية أيضا في تلك الوقعة في ذاك الوقت كان عثمان عند الكفار فحبسه الكفار وفاوضونه يعني عددا من الأيام الليالي ثم إنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فظن بعض الناس أن عثمان حينما وصل إلى مكة أنه طاف بالبيت فقالوا له لقد اشتفيت من البيت يعني طفت وأنهيت موضوعك فماذا قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه والله لو كنت بها سنة ما طفت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية عليه الصلاة والسلام موجود في الحديبية ومحبوس عن البيت وأنا أذهب وأطوف قبله والله ما أفعل هذا شوف كيف كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعرف مقام النبوة وهو يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على هذه المكانة تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم كانت متأصلة في قلوبهم رضي الله عنه وأرضاه هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إلى المدينة ودخل المدينة عليه الصلاة والسلام قال خلوا ركاب الناقة دعوها فإنها مأمورة فكانت تجري تمشي هذه الناقة وتمشي وتمشي حتى وقفت وبركت في المكان الذي بني فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وكان ذاك أمام بيت أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته وقال هلما يا رسول الله إلى الضيافة وإلى الكرم وإلى يعني جلس عند أبي أيوب ما يقارب سبعة أشهر يخدمه أبو أيوب ويكرمه ويسعد برسولنا صلى الله عليه وسلم إلا أن أبا أيوب رضي الله عنه وأرضاه كان يسكن في الطابق العلوي في الدور الثاني كانت بيوتهم بسيطة وعلى بنيان قديم ومن الطين وكذا وكان له دور يعني فوق وكان هناك دور في الأرض فسكن النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وهو صعد في العلو لكنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسهل وأيسر أن يغشان الناس ويأتونا الضيوف فألح عليه أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه وانسكبت جرة في الدور الثاني فأخاف رضي الله عنه وأرضاه أن يتسرب شيء من الماء إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأخذ لحافه وليس عنده غيره ونشف فيه المكان وأزال به الماء رضي الله عنه وأرضاه حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأذى ثم أصر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وهو في السفل رضي الله عنه وأرضاه فكانوا يعرفون مقام النبوة وهذا الذي رفعهم عند الله تبارك وتعالى فواجب علينا نحن المسلمين أن نتابعهم ونعرف مقام النبوة وندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لنحوز من الفضائل والمكرومات ما حاز أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين